اختبار كراس الأدواع على الدرس الثاني التكاثر اللاجنسي والتكاثر الجنسي صفحة 46 1- اختر الإجابة الصحيحة مما بين الكوسين 1- يعتمد التكاثر في الخميرة ونجم البحر 2- الانكسام الميتوزي 3- الانكسام الميوزي 4- الاخصاب التجدد 5- الانكسام الميتوزي 5- تكاثر فطر الخميرة لاجنسيا 6- الانشطار الثنائي 7- التبارعم التجدد الجرسيم 4- الخميرة عن طريق من التبارعم 3- يختفي الفرد الأبوي 9- عندما يحدث التكاثر في البكتيريا 10- الخبز عشر وعب 10- المقابل الص sneaking 1- feelings of this واحد ما اسم العملية التي يكون بها الكائن الحي في الشكل المقابل صح اتقاصر بالتجدد. اتنين ما اهمية العملية التي يكون بها نمو الجزء المبكود مكونا كائن كامل مطابق تماما بالفرد الابول. اتنين رقم الف. اكمل الابارات الاتية رقم واحد. التقاصر فيها الكائنات الحية نوعية. هما نقط ونقط. تقاصر لا جنسي. وتقاصر جنسي. اتنين يعتبر نقط ونقط من الكائنة الحية التي تتقاصر لا جنسيا بالانشطار الثنائي. الاميبة والبارانيسيوم. والبكتيري واليولينة. تلاتة. يتقاصر نجمة البحر لا جنسيا بيه نقط بايه بتجدد. بينما يتقاصر فطر عفن الخبز بيه الجراثيم. يعتبر الانشطار الثنائي انقساما ميتوزيا. لان الخلية تنقسم الى خليتين متماسلتين. اتنين استمرار حياة نجمة البحر حتى مع قاطع احدى ازرعه لانه الجزء المتوقي يكون زراع جديدة بالانقسام الميتوزي لخليات. ثلاثة. الافراد النتيجة من التقاصر الجنسي تتشابه في التركيب الوراثي. لان الافراد النتيجة تحصل على نسخة كاملة من الصفات الوراثية من الفرد الابوي بالانقسام الميتوزي. رقم تلاتة. الف الشكل المقابل يوضح كائنا يتقاصر لجنسية. رقم واحد ما اسم هذا الكائن؟ بطر عفن الخبز. ثلاثة. ما طريق التقاصر هذا الكائن؟ بالجرسيم او الابواغ. ثلاثة. ماذا يحدث عند سكوت التركيب اكس للجرسيم؟ على بيئة غير مناسبة؟ لا تنمو. شارط لموها ايه؟ ان تسكتها على بيئة مناسبة. اربعة. ما نوع الانقسام الخلوي؟ الحادث اثناء تقاصر هذا الكائن. الانقسام الميتوزي. رقم باية. ضع علامة صح او علامة خطأ امام العبارات الاتية. واحد. يتقاصر نجم البحر لا جنسيا بالانشطار الثنائي بالتجد. اثنين. يتقاصر براميسيوم لا جنسيا بالتبرعم بالانشطار الثنائي. ثلاثة. تتقاصر الحيوانات الاولية بالانشطار الثنائي. صح ايبارة صحيحة. اربعة. يتم التقاصر الخضري صناعيا بوسط الاجزاء النبات المختلفة. طبعيا. صناعيا اهمائه زراعة الانسج. اربعة. وضح بالرسم والبيانات خطوات التقاصر الجنسي بالانشطار الثنائي في البكتيريا. رقم باية. ماذا يحدث? عند واحد انقسام خليط الاميبة. ثلاثة انقسامات متوزية متتالية. يبقى اثنين السنون. سنون عدد مرات الانقسامات. يبقى اثنين في اثنين في اثنين. يسوي كام? ثمانة. يبقى ينتج ثمان خلايا. اثنين. اثنين. وضع فطرة خميرة في محلول سكري دافئ. يتقاصر بالتبرام. مكونا. فطرا جديدا. او مستعمرة. ثلاثة. فقد حيواني ما البحر. احدى ازرعه وكانت تحتوي على جزء من الكرس الوسطي. الجزء المتبقي. يعوض الجزء المفقود بالانقسامات الميتوزية. وازراع المفقودة. تنمو. الانقسامات الميتوزية. مكونة. نجم بحر جديد. مطابق. تماما. الفرد الابو. اختبار على الدرس الثاني. التكاصل الجنسي وتكاصل الجنسي. كراسة كتاب الاضواء. سفحة 48. رقم واحد. اكتب مفهوم العلمي لكل من. واحد. اعضاء خاصة. تحملها الفطريات وتحتوي على عدد هائل من الجراسين. الحوافز الجرثومية. اتنين تكاصل الجنسي. يتم بوسطة الاعضاء النباتية المختلفة عدع البزور. التكاصل الخضري. تلاتة اندماجة مشيجة مذكر مع المشيجة مؤنس. تكوين الزيجوت او اللقاحة. صحة عملية الاخصاب. عملية الاخصاب. با. ادرس الشكلين المقابلين سوم عجب. واحد. اذكر اسم الكئن الحي الذي يمثله كل شكل. فطر. عيش الغراب. اتنين. فطر. الخميرة. اتنين. اذكر صورة التكاصل في كل منهما. عيش الغراب عن طريق الجراسية. خميرة عن طريق مين التبارع. ثلاثة. ما نوع الانكسام الخلوي. الحادث. اثناء التكاثر في كل منهما. انكسام ميتوزي. انكسام ايه? انكسام ميتوزي. جيم كارن بينه كل من. رقم واحد. الهايدرا ونجم البحر من حيث طريقة التكاثر في كل منهم. الهايدرا عن طريق مين? صح. عن طريقة التكاثر. طيب. نجم البحر عن طريق مين? صح. اتجد. نين المشيج والزايجوت. من حيث عدد كرومسومات. المشيج يحتوي على نصف عدد كرومسومات. الموجودة في الخلايا. الجسدية والتنسلية. يعني ايه? ازايجوت يحتوي على العدد الكامل. العدد الكامل. من الكرومسومات. يعني اتوان. اتنين. اكمل الابارات الاتية. واحد. من الفطريات التي تتكاثر بالجرسيم. فطر. عفا. الخبز. وفطر. عيش. الغراب. اتنين يتم بتكاثر نقط من خلال فرد ابو واحد. اللاجنسي. بينما التكاثر نقط من خلال فردين ابويين الجنسي. تلاتة هيعتمد التكاثر الجنسي على عمليتين. هما تكوين. الامشاج. وحدوث عملية الاخصاب. بقى ماذا يحدث عند رقم واحد. توقف نوع من الكهات الحية عن اتمام موازف التكاثر. يتعرض للانكراد. اتنين اندماج مشيج مذكر مع مشيج مؤنس. يحدث عملية الاخصاب. وينتج الزيق. الذي ينمو بالانكسامات الميتوزية. ويكون فرد جديد يجمع بين صفات الفردين الابويين. ما المقصود بكل من. الاخصاب. اندماج المشيج المذكر مع المشيج المؤنس. لتكوين الزيق. التكاثر عملية حيوية ليكون بها الكائن الحي بانتاج افراد جديدة. من نفس النوع. لضمان استمراره وحمايته من انكراد. ثلاثة. اختر الاجابة الصحيحة مما بين الكوسين. واحد. يحدث التكاثر بالانشطار السونائي. فيه الاميبا والهيدرة طيب الاميبا عم طرق在 إنشطار السونائي. الهيدرة عن طرق مين؟ التبرع. الخميرة. التبرع. البكتريا انشتار سنائي. الاميبة انشتار سنائي. والاسفنج عن طريق التبرعم. البكتيريا واليولينا. صح البكتيريا واليولينا. اتنين. جميع الخلايا التالية تحتوي على المادة وراسية للكيان الحي كاملة ما عادة. الجرسومة. البرعم. الزيجود. التلاتة في هم كاملة. حبة ايه? اللقاح. نصف المادة وراسية. تلاتة. يحتوي على مادة وراسية من كال الابوين. وينمو مكونا فرضا يجمع في صفاته بين الابوين. المشيج. السيتوبلازم. الزيجوت. الكورنسوم. صح? ازايجون. اربعة. يمكن انتاج نباتات جديدة. مشابهة تماما للنبات الام عن طريق. تكوين الامشاج. حدوث الاخصاب. التبرعم. زراعة الانسجة. صح? زراعة الانسجة. با. ادرس الشكل المقابل لسماج. واحد. اكتب مما تدل عليه الارقام. واحد واثنين وتلاتة. واحد حيوان منوي. اتنين بويضة. تلاتة ازاي? او اللقاح. اتنين اذا كان عدد الكورنسومات في الشكل اتنين يساوي تلاتة وعشرين كورنسوما. فما عدد الكورنسومات في الشكلين واحد وثلاتة. واحد ناس الشكل تلاتة وعشرين. ازاي يجد العدد الكام يبقى ستة واربعين كورنسوم. تلاتة. ما نوعز التكاثر؟ التكاثر جنسي. جيم. اذكر صورة التكاثر الجنسي في كل من. الاميبة. الانشطار السنائي. الاسفنج التبرى. اربعة. على ما يأتي. واحد. التكاثر بالجرسيم احدى صور التكاثر الجنسي. يبقى نقول خصائص لانه يتم عن طريق فرض. افوي واحد. ويعتمد على الانكسام الميتوزي. ويحافظ على التركيز الوراسي. اثنين التكاثر الجنسي مصدرا للتغير الوراسي. بسبب حدوث ظاهرة العبور. اثناء الانكسام الميوزي الاول. عند تكوين الامشانج. كما ان الافراد تحصل على المادة ورسية من فردين ابويين. احدهم مذكر والاخر مؤنس. با. دعو علامة صح او علامة خطأ ما من عبارات الاتية. واحد. اتكاثر الاوليات الحيوانية بالانشطار الثنائي. ايبارة صحيح. اثنين. الناس للناتج من التكاثر الخضري. في عنابات يكتسب صفات ورسية جديدة. مطابق تمام. ايبارة الخطأ. ثلاثة اتكاثر فطر الخميرة لا جنسيا بالتبارع. عبارة صحيحة. اذكر اهمية واحدة لكل من. وكم واحد الخلايا التناسلية. بتنقسم ميوزيا. لتكوين الامشانج. المذكرة والمؤنسة. اللازمة لاتمام عملية التكاثر الجنسي. انتاج افراد جديدة. مطابقة تماما للفرد الابوي. هي اصفات الابرسية.